اشتركوا في القناة باسم وما أنت بمسمع من في القبور دلوقتي يعني داخلنا على الأشباح والقبور والحاجات دي دلوقتي يعني حلقة عاريت لا يعني القبر ده اللي بيخش القبر محدش بيسمعه إيه اللي بيحفل وإيه اللي خلاص خلاص الجسد مالوش الجسد بيتحلل ويروح في الطراب بالظبط اللي احنا منعرفه أن الروح مش بتموت وهي الروح اللي بقال إيه اللي بتطلع ويروح في مكان معين ومكان بتحل هي حسب أعمالها وإيمانها وكده بالظبط لكن الجسد ده دود بيأكل خلاص خلص كلس الموضوع تعالي نشوف في مسند الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار حديث السيدة عائشة بتقول إيه عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها يعني يهودية بتشغل عندها أو تخدمة فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاق الله عذاب القبر قالت فدخل رسول الله علي على عائشة الرسول دخل فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب ده كلام مين عائشة هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة نحن البت بتفكر عائشة بتفكر في عذاب قبل يوم القيامة قال لا وعمزات ليه بتسألي كده قالت هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت وقاق الله عذاب القبر قال كاذبة يهود دخل على طول كده في حاجة هنا فرحك كاذبة يهود المفوض هو إيه لا ينتق عن الهوى طبعا يعني كذبة يهود يعني دي كذبة خلاص خلاص يبقى خلص الموضوع كذبة يهود وهم على الله بصي عز وجل أجذب لا عذاب أكدها هو لا عذاب دون يوم القيامة خلاص يبقى الرسول أكد نطق عن ما ينطق عن الهوى قال لها ونفى عين العقل وده كل الناس بتقولوا كده واتهم اليهودية بالعذاب معاين اليهود ما بيقولوش كده إذا قالوا بدأ دي تبقى أخرافة بس في حاجة كمان يا فرحك هل اللي بيموت محروق واللي بيموت غرآن واللي بيموت ماش في القبر ما قلوش قبر أصلا هتعذب الزب ها حوت كله سمك كله فين بقى عذاب القبر ما فيش قبر أصلا ها بالزبط يعني منطقية ما فيش حاجة كده ها بالزبط قالت ده عائش ثم مكس بعد ذلك ما شاء الله أن يمكس قاعد فترة ما تكلمش في الموضوع فخرج ذاتا يوم من نصف النهار مشتملا بسوق لابس يدومه بقى وعيني حمرة محمرة عينا وهو ينادي بقى على صوته أيها الناس فأضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم أيها الناس ده بينادي بيخطف في الناس يعني ده مخدود لأنه حمرة ومضايق وطلع ينادي عن الناس مخدود في حاجة جديدة لو تعلمون ما أعلم لا وإنه بيحبته بجد لو تعلمون ما أعلم شوفي بقى لحيعلم إيه ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا أيها الناس استعيزوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق وطرف بالكذبة بتاعت اليهودية يعني اتهم اليهود بالكذب بأنهم كذبوا ها ولأ ولأ ما حصلش ما مش هيبقى فيه عذاب القبر واستمر شوية شوية كده فكر فيها قالت ما دي فكرة حلوة أرابية المسلمين أخوف بها الناس والمسلمين بيخافوا منها يوه ده ما فيش حد بيجي يسألنا طب ما عندكمش عذاب القبر لا فالمهم هنا قال لك يعني دي بتعتبر يعني دي بتعتبر اللي فضحه ده عيشة ده أنا مرة جاتلي وقالتلي وهو قال لي دي كدبه وبعدين طلع علينا قال كذا طلع قال لما يعني هي بتحكي ايه اللي حصل يعني مفروض انت سكوتي خلاص بتقولي خلاص ما تفضحيش جوزك ده برضو جوزك طفلة طفلة صغيرة يعني أنا بشوف أن معظم الحاجات اللي عيش عملتها كانت فضيحة للنبي خلينا نروح نشوف كمان برضو حديث وطبعا كل المراجع هتكون على الشاشة مرى النبي على قبرين فقال إنهما لا يعزبان وما يعزبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعب النبي يبقى أول واحد بيتعذب عشان كان بيعمل إيه نميمة أما الآخر فكان لا يستنزح من بوله يعني ما بينضغش نفسه بعد البول بعدين رح عمل إيه ثم أخذ عودا خد عود وفقسره بإثنين يعني أطم العود ما إيه أتنين حتتين يعني فقسمه إثنين وبعدين عمل إيه غرز رح غرز كل واحد منهما على قبر يعني رح حدت نص العود هنا ونص العود لم شعرف إيه الحركة دي بصراحة ثم قال لعله يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسها طبعا والمصدر قدامكم إنه حديث صحيح إيه بقى الحركة دي؟ الحركة دي إحنا كمسلمين يا مارينا بنعمل كده بنروح زي ما عمل الرسول عشان نخفف عن أهلنا العذاب العذاب القبر فيجيبه نجيب عود أي عود أخضر كده أو شجرة مثلا زرعة لازم عود زرعية مثلا عود بتاع ونحطها كده أيها هتعمل إيه هتخفف زي تشفط تشفط ملايكة اللي بيعزبه بصي من هيرمان فكر أيها ونجيب ميا روحي روحي المدافع وهتلاقي بيروحوا يحطوا شوية زرع كده ويكبوا ميا هتشفط نكر ونكير هتشفط نار القبر ده عبارة عن إيه يعني قطعة من جهنم يا قطعة من الجنة يعني ما كان من الجنة يا مكان من النار فهو لما حيدله كده تكييف دائم يا بيك تكييف العود ده على فكرة الحديث دهوت يا مارينا أخرجه البخاري ما ده حديث مسلم وبخاري الحديث تحريك قدام الناس على الشاشة وبعدين إيه الحقيقة يا مارينا المسلم يروح بنفسه المقابر هو يشوف بيتعمل إيه ده دليل على أنه ده حديث صحيح لا غير أنه ده دليل أنه يعني التصحيح قدامهم وده مش بس مسلم والبخاري وناس تانية كمان طيب يعني واحد بيستنزف من لم يستنزف من بولو هو عارف إزاي مع رسول الله عارف كل حاجة يعني شايفه هو لا هو لازم يشوف هالتاني كان بيمشي بالنميمة بيعرف الغيب يعني هو بيعرف الغيب وبعدين عادي بعدين بيقولك هو مرة على قبرين وهو بيقول دول بيقعدين يتعذبه دلوقتي والرسول من حنيته هو عايز يعني يخفف عنه مستنى عمل لهم حركة كده حركة كده لعله بيقول لعله لعله الرسول بيقول لعله انت بتسمع الناس وهي بتتعذب في القبر يعني انا ممكن اصدق كده اه يعني انا ممكن اصدق كده يعني مش انا مستحيل هصدق الكلام ده لا هو بيسمع ولا الجريدة اللي بيحطوها دي بتخفف عنه معزب قبر ولا يا كلام فاضي كله المسلم بس يفكر هو الباب بمجرد ما يقفل او بمعنى الروح اول مفصلة خلاص في الموضوع اعماله بقى اول حاجات دي كلها هي اللي هتستنى طيب في حديث بيقول ايه اه ما تصحيح على الشاشة برضه يكون موجود اه والمحدث الالباني في صحيح الجامع وحكمه صحيح يعني عشان ما حدش ايه يكلمنا في الموضوع ده بيقول ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم اه يعني البهائم برضه بتسمع يعني البهائم كمان بتسمع صوت يعني طب ليه البهائم بتسمع صوت العذاب اه ليه هل مثلا البقرة او الحمار او كده عندهم ايه في ودانهم زيادة عن وداني انا اه وبيفهموا لا هي هتسمع صوت مسلا مش هتفهم طب يا رسول كان بيسمع صوت اه يعني ايه اللي في ودان البهائم اصلا خليني انا تتميز عني ان هي تسمعونه لا يعني البهائم احسن من الانسان اللي ربنا تكرمه خليه تاجي الخليقة ما فيش الكلام ده كلام فاضي ما فينا هتعمل ايه ولا حاج مش هتنزعك طب ما هي الاية يا مارينا ما نخلينا في الاية الاولانية اللي بتقول ايه وما انت بمسمع من في القبور اه او ممكن هل انت مش هتسمع اللي في القبور ولا ليها معنى تاني اه وما انت بمسمع يعني حد في القبر مش هسمعك مش هسمعك اه او ممكن انت مش هتسمعهم ولا ما معرفش يعني ما هم تشكلوا الطنقية يا مارينا بواز الداني اه اه خلينا نشوف كمان برضو حديث بيقول شهادت ابا امامة وهو في النزع فقال انا يعني هو بيموت اه فقال اذا انا موت فاصنعوا بي كما امر رسول الله انا اصنع بموتانا امرنا رسول الله فقال اذا مات احد من اخوانكم وفسويتم على وقبره فليقم احدكم على رأس قبره يعني يعني مات سوتوا التراب خلاص طب واحد فيكم يقف على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة خلي بالك ابن فلانة سمى باسم الام ما اش عارفها برضو علشو ما يعافي كدير منهم او ما يعرفوش على ابا هدتاعتهم اولاد يعني مش مش شرعيين اولاد شرعيين فانه يسمعهم ولا يجيب يعني الميت مش هيجيبك معلومة بصراحة يعني خطيرة مكناش نعرفها بصراحة ان الميت مش هيجيب ثم يقول يا فلان ابن فلان فانه يستوي قاعدة الميت بقى هيقض طب احنا نحط كاميرا يا فرحة ونشوف ايه رأيك يعني ان بعد ما يدفنوا يحطوا كاميرا يشوف كلام الرسول ده صح او لا انه ثاني مرة في النداء ان الميت يستوي قاعدة ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يقول ارشد ارشد رحمك الله رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقول اسكر هو بيقول لا تشعرون اهو خد بالك لا هم اللي هيكونوا ولكن لا تشعرون انتو اللي هيتكلم محدش هيحس بيحصل جوه يعني اذكر ما خرقت عليه من الدنيا شهادة لا اله الا الله وانه محمد عبد الرسول وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ابو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما فانه منكر ونكير يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق ما نقعد عند من لقنا حجته فيكون الله حجي جهوده نهما فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف اسمه امه قال فلينسيبه الى حواء فلان ابن حواء وادي المصدر قدامك عشيش هتلقوه وتصحيح يبقى دلوقتي هيعودوا عند القبر يا فلان ابن فلان افتكر يلا اقول لورانا اول مرة مش هيرود ثاني مرة هيعود ويقولولو ايه الشهدتين وانت ترضى بالاسلام وترضى بالقرآن ويعودوا يكلموا في الميتين يكلموا في الميتين وقال ايه بيلقنوه او بيسألوه قول زي ما كنا في اللجنة الامتحان قول كذا فيرد يعني خلاص الاول يعمل نفسه فنكر ونكر اول ما يسمعوا كده يقول لا ده خلاص ده مش هنعرف يلا تعالى ابني انا وهو نكر ونكر ده معهم متراكة كبيرة ويعودوا اضربوا في الانسان ويديقوا القبر حاجات يعني خيالات برضو ايه بس هو يعني يقول له هات ايدك بقى خلاص الموضوع لا ناجح ده حد لقنه مش هنعرف ناخده ده خلاص والتصحيح بتاعه موجود طيب في حاجة كمان يا مارينا قبل الحاجة هل المسلمين صدقوا الكلام اللي قالوا للرسول ده يعني واحد ده قبل ما يموت قال لما انا موت اعملوا معايا كده يعني هو مصدق انه جوا القبر ايه لان الرسول قال كده ايوه هم مصدقين يعني انا قصدي ان الناس صدقت فيه عذاب وصدقت فيه التلقين وصدقت فيه مش عارف ايه وقالوا احنا لما نموت اعمل معانا كده تعالوا الانونة وارجوكو عشان كانوش مبسوطين ما فيش مسلم ما بيخافش منه كل المسلمين بيخافوا عارفين رايحين فين كل المسلمين عارفين رايحين فين ما فيش هنقول ما فيش ضمان عندهم الله اعلم يمكن يرحمني لو سألت المسلم انت رايح فين يقولك انا مش ضامن الله اعلم انت ضامن اقول له انا ضامن اقول له انا ضامن طيب نيجي يا مارينا على اخر نقطة بنقول ايه في حديث يعني قال حدثنا حمد ابن اسامة قال اخبرنا هشام عن ابيه عن عائشة جميعا سيد عائشة قالت كنت ادخل بيتي الذي يدفن فيه رسول الله وابي يعني كانوا دفنين ابو بكر والرسول في البيت فاضع ثوبي فاقول انما هو زوجي انا اهلا قدامه هو في الابر مفيش مشكلة وابي ده ابويا مفيش مشكلة مش حرام ان انا كنا قدامه يعني فلما دفن عمر معهم مع عميته اه 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 فوالله ما دخلت الا وانا مجدودة على ثيابي حياءا من عمر هي متخيلة ان عمر حي جوه وتقعد تلبس اللبس بتاحها وتلبس الطرحة ومش عارف ايه وكلاه من الخيالات اللي في الابر بيسمعوا واللي في الابر حطوله عشان يخفف عنهم العذاب واللي في الابر سابعينكو واللي في الابر شايفينكو فهنا في حاجة مهمة يعني بيت الرسول بيت عائشة ده هو المقبرة يعني مقبرة اه اه مقبرة وايه اللي يخلي عمر يدفن في بيتها يعني اصلا يقرب لها ايه يعني طب ما كانوا دفنوا ليه ما دفنوش علي فيه مثلا ولا فاطمة ولا فاطمة انت عارف ان فاطمة محدش يعرف يعني كل محروقة ماتت محروقة حرقوها بالبيت بالبداع علي نفسه خد وحدك انا هيجوزها وكده وخدها ما يعرفوش لغاية دلوقت ايه هي محطوطة فين صدقيني اه ما انا عارفها ما عارفوش قبر فاطمة فين لكن هنا بتقول ايه حياءا من عمر اه يعني عمر عايش جوا والرسول عايش وابو بكر عايش فمش مكسوفة لا تقلع قدام من ضمن الحاجات يا فرحة بيقول صلوا علي وهو يرد عليهم السلام ثمان يقول صلوا علي فالله يرد علي روحي فارد عليهم السلام فانت برضو بتديهم ايه حق ان الانبياء خلي بالك هم عندهم كده ان الانبياء بيصلوا في القبر الانبياء احياء في قبرهم وبيصلوا عادي وقال لك مرة مررت بقبره موسى وكان بيصلي موسى بيصلي في القبر يعني هو شافه بيصلي في القبر يعني حاولي المرأة لا حاولي ولا اقوة طيب ده الانبياء طيب اه ابو بكر طب اه يعني مش معقول عموما الموضوع خلص والحلقة خلصت كده وانا بشكرك يا مارينا وانا عايز اقول للمسلمين يا مسلمين دي اجزوبة موضوع العذاب القبر والقبر والحاجات ده كلها اجزوبة ونشوفكم في الحلقة القادمة من الاسلام تحت المجهر موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر